اشتركوا في القناة 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 هذا لم يتغير حبيبتي الغالية وإذا قرأت ودخلت الأسعار لأن الدول لا يجعل البذور تغرسيها تغرسيها الزراع غير صالح للزراعة إلا مرة واحدة تأكله أو تعطيه البهائم والباقية إلا تغرسيه مرة أخرى أو تزرعيه مرة أخرى تشري البذور من الدول هذا هو السبب الدول لا نقول المثقفة لا نقول كل دول فيها الناس مثقفة سنقول الدول اللي عندها دراسة مستقبلية وكتشوف البعيد وكتشوف الشعوب دي لها كتكون عندها اكتفاء ذاتي من الأشياء الأساسية فهمتوا اكتفاء ذاتي من الأشياء الأساسية نحن مصر والأردن والجزائر والتونس والليبيا واليامان والسوريا واللبنان والعراق والبحرين هناك كثيرة من الدول من الحالة لكني لا يعطون الأشياء الأكتفاء ذاتي لأنها أنهم لديهم بشكل جدا ذاكي الأكتفاء ذاتي لديهم أنهم أن يكونوا أشياء ما يعطوها كما أنهم هم بكتشوف البترول أو المحروقات لن نجحوا أن تدرس بها العالم وللأسف هناك لا يوجد إكتفاء ذاتي احتل الخضار التي يستطيع العيش بها المغرب نحن ضروري من القمح والدول كلها ضروري من القمح والحبوب احتل الخضار نقصوا من الانتاج لها وغيروها ببعض الاشياء مثلا لافوكا بزفد الحواج كي يبيعها كي يصدرها لبرا لانه كل واحد احتل شد الحكومة تابعين البسطان ديالهم فهمتوني هنا نقفوا يعني لا البوكا ما غادي يفيدنا في حتى شي حاجة نقفوا قدام الايداعات كاملين ونقولوا اه احنا ومظلومين وبلادنا ويه مظلومين وهذا ولكن راهم مظلومين تحت غيطاء البنك مونديال يعني بزاف ديال الدول ماشي غير احنا اشنو غادي نفكروا فيه واشنو الحل زيان احنا احنا ايه شنو الغندلو دابا احنا كربات اوسر عندنا وليدات عندنا بيوت ديالنا هادشي اللي يعني لغادي نقدرون نديروه وهو المداخرات ديالك حطي عليها خط احمر ما تقيسيهاش عندك تمشي لمداخرات ديالك عندك تقيسي المداخرات ديالك عندك تبقى يتابع لي الموائد ديال حاليمة الفاضيلي وسعاد المرابط ونجوة كارم ومعرفتها شكون ودريليا وتخرجي تبقى خارج الكرش ديالك تخرج عليك فهذا رمضان هذا الكرش هو شوفوا باش تعرفوا على الكرش يالك تقود العالم كين يجوج اشياء كيقودوا العالم الكرش وحده منهم اللي كيمشي اللي مشي لهذا العالم ولي ماشي بيها هاد الناس هادي ولي هي المخليين الناس فمتو هاد الكرش هادي حاولي في هاد رمضان هادا مد صيفتكش للي هالاك رهانا الي جيت وحطيت لك مائدة عليها عشرين شكل وفيها اللوز وفيها المحمر وفيها المجمر وفيها التواجد وفيها هادا وفيها هادا وغادي تنوضي كلنا كنت شههوا كلنا لشفنا هذيك المائدة بغيناها ياك ولكن نفكر بش حال غادي تخرج عليها هذيك المائدة ومن فين غادي ندخل اليوم الثاني باش نعوض الفلوس يا هذيك المائدة أنا لقدمتها لك على الفيديو راه غادي هاداك الفيديو اللي تفرجتي فيه راه يدخلي الفلوس ديالها عشرات المرات كنت تكلم لك على هذه القنوات اللي كيجيبو كدلكم من ستين الف للميات الف مشاهدة في ثمانية عشرات السواع فهمتو حتى الف 24 ساعة لأنه الإشهار كيكون في 24 ساعة عاطيك مزيان من بعد راهما كيعطيك والو كيعطيك ربعاد ريال ستاد ريال فهمتو الفيديو كي الفيديو أنا عندي كي الفيديو اللي كيجيبلي في 24 ساعة 30 درهم الحمدى علي هالله مثلا ستلف مشاهدة سبعالاف مشاهدة ثمانالاف مشاهدة كتعطي مال أحيانا ماشي دائما كتعطيك أحيانا ثلاثين درهم أول فيديو اللي غدي يجيب ميات الف مشاهدة حسبي شحال من ثلاثين درهم كينا تم حسبي قارن يبديك ستالاف مشاهدة ضربيها في عشرات يعني ستين الف مشاهدة يعني شحال عنده ستميات درهم زيديها ستميات درهم يعني ألف وميتين درهم ألف وميتين درهم حتى الثلاثين درهم اللي كيجيب الفيديو الواحد راه دير لها عشرات الموائد من هذيك المائدة لشتيكة تحط هذيك السيدة هذيك وانتو ما شتو بعض القنوات حطت لكم فواحد فرمضان حطت لكم عد سعودية الصباح حطت لكم مائدة الإفطار يعني هنا ما كيج مائدة الإفطار الحقيقية حطت لك مائدة الإفطار التسويقية باش أنا تبيع باش تدخل وهذا من حقها من حق أي قناة غير أنا كنقول لكم ردوا بالكم يطيحوا في ذاك الفاخ ديال الصورة والشاهية علشان أنا كنقول لكم ما تمشوش للسوق وقلت لكم الفيديو اللي قبل هذا ما تمشوش للسوق وانتوما صايمين ما تمشوش للسوق وانتوما جيعانين في غير رمضان ملين جين تيز شيعانة وقد خليك تحطي الفيديو فيه الأكل والشرب وانت ما مشاش تقلب على واحد لا غصت يعني فهمتي وما بغيت شوفيه واحدة الروتين ديالا واحدة السيدة بشيعا بحالك بحالك وانتوما فمشي واحدة السيدة تبارك الله تحت لك طحين تحت لك نكهة تحت لك هذا كتحت البرودويات غير هذوك البرودويات راه مدخلين الفلوس فمتِي من فهمتي بحالكو البرودويات يقومت بشيء صلوات الحكومة للزيت حفيته بشيء وانتوما في حالة السيدة لك لأنه أصلاً عارفة هذا الحليب القناة لي لا سوف ينبيع لها انا نسوق لها هذا الحليب فهمتني او هذا الدقيقة او هذا الزيت لهذا ما تدخليش لهذه القناوات ونحن في ازمة الحمد لله دمردي نحن في اخر نحن نحن كل مدى مريضة حالياً كل شي مريض واش مياد رمى يمكنك ضعوا وعباد الله وكنت أو بخير لم يعرفين القناة ولم يقولون بتفضي خبز ولماء وقوموا بتزغيل ورشعوا القناة وبعد هذه النوع به إنه يقوموا بتزغيل بجل Cornu لأنه لدينا رؤية للبعد نشوفه بعيد وعارفي الأسعار لأننا شفنا الأسعار كيفاش كانت وكيفاش ماشي وكتزيد راه العمر كيزيد الأسعار كتزيد الصحة كتنقص بزائد الحواج كينقصوا بزائد الحواج كيزيدوا في الحياة يعني لكنا نفكروا بعقلنا راه شي حاجة راه عادي شي حاجة بديه يعني كهذه الأشياء هذه ولكن غير الأسعار حنا عنا إلاغلات راه الصاليرات ماشي ديل هذوك الأسعار يعني لك أنا شدقت 3,000 درهم في واحد الوقت والأسعار كانت ترخيصة راه دا بما يطلع الأسعار هذه 3,000 درهم ما بقيش كافية لأنها 3,000 درهم ما زادت فهمتوا لأهنا حبيبتي الغاليات ما تمشوش للإدخارات ديركم ما تمشيش تشوفي أنا المائدة ودشي وتبغي تقدي ديك المائدة وتبقي لي على العراضات في هذا رمضان في هذه الأزمة هذه وتبقي لي يلا خاصني حتى نصور وخاصني نحط وخاصني ندير وتمشي ترجعي لمدخارات ديك لا عندك الإدخارات أصلا لهذا حبيبتي الغاليات حاولوا صيدة الله يحفظكم الله ينجيكم الله يعطيكم اللي بغيته في خاطركم اللي بقية ما ديراش إدخارات اللي بقية ما ديراش تحدية ديري تحدية لله ديري إدخارات لله حاولي تدخري حاولي تتحدي نفسك اللي بقية حريرة ببيضات تميرات حليب عاصر ليمون شيء بسيطة وهنتي فاترة ودري واحد طويجين باللي اعطى الله المهم فيه خضيرة في هذا وعجني لك خبط بطات خبيزات هذا وحل بردة ويا كفيرة هذي قاعدوك هذي محمر ومجمر فهذا رامضان هذرا ما درناش أنا ما درتوش بي مريضة ولكن في نفس الوقت باش نقتاصد لأنه ما يمكنش نضيع نجيو نضيع واحد المبالغ مالية وأنا عارفة على أنه ما بقاش ذاك الاتمينة اللي كانت قبل لهذا حبيبتي الغاليات تحدو ديروا التحدية ديروا اقتصاد في المطبخ الاقتصاد كيبدأ من المطبخ كيبدأ من الدار المواد اللي كانت الدخل المواد اللي كانت الدخل لبيت إذا استهلكناها بسرعة رخصنا نجيبوا مواد أخرى خاصتك تحاول تحدي بينك وبين نفسك على أنك المواد اللي كانت تشري دخلها مرة في الشهر إذا كانت ديال الشهر كنتي شاطرة صابوا لماعين خاصوا تدخلها مرة في الشهر تجيبي صابوا لماكين اقتصادي تجيبي ثانيا راكين السيدات اللي كيعطوشي معلومات خاطئة تجي واحدة تقول لك هذا الصابون يتقبل بمحواج هذا جابيل يدير صحيح جابيل كتارية دياله يرشي الملابس يرشي الحواش كلوريل انا قلت عليكم ما يرشيش الملابس وكانوا بدلوا واحد الفترة فشي الله غيروا القرعة دياله جابوا واحد رش الحواش شوية تبدل رجع كما كان اما جابيلات الاخرى كل ما كتارتي منهم راكيرشوا الملابس جابيل كل ما خلطيهم مع الماء وخلطيهم رقضي في الملابس ديالك مزيان يعني كتنقصي الكمية ورقدت الملابس ديالك مزيان راكي ما يرشيش وكيخرج الماء سمحولي وكي غنسبل عن الظهري هنا حبيباتي الغاليات حاولي تقتاصدي حاولي تحدي نفسك جبتي الطحين يكملك الشهر حاولي تجيبي ديال الشهر جبتي الزيت يكملك الشهر اللي جبتيها حاولي تكملك الشهر وبعض الاشياء بحلصاب الماء وملابس بحلصاب الملابس يحاولي يديلك كثير كثير من شهر نقصوا من بزاة الصحصح دابرة كنا كنا خذكم تحيدوا بزاة لغير زائدين هكاك إلا ما دخلنا الكيتشوب إلا ما دخلنا الكيتشوب سنقصنا شي حاجة لا إلا ما درنا مثلا الكروفيت في شي اوكلة سنقص لا إلا ما بزاة الحاجات حاولوا تنقصهم أنا كنشوف بعض بعض السيدات تقدم تصور المقضيات تقول لك اقتصاد تجيب أشياء غير ضرورية يعني إلا حايدتهم ما غادي بانشرها محايدين وإلا زادتهم ما ضيفين حتى شي حاجة لهذا حبيبات الغالية تحاولوا دابرة ضروري ضروري ومليح لأنه التضخم الزريعة من المصدر غلات الزريعة من المصدر غلات لهذا يبقى الغاليات ليس ضروري يوميا تدري شلاذة تدري هذا لا هل ادري شلاذة لا هل ادري شلاذة هل ادري شلاذة هل ادري شلاذة حاولي تنقصي حاجات او من ادري شلاذة وما يدري شلاذة مثلا تاجين او دجاج محمار ما يأتي لما قدرني و ماذا يقولها لما ارحمني لأن هذا الإنسان إلاجك وحطيته للمحمر والمجمر وقضيته للمشاء إلاجتي عنده تقول له السلفين 100 درام يقول لك ما عنديش أو 200 درام ما عنديش حبيبتي الغاليات انتبهوا بزاف بزاف على هاتش الكي يقع في رمضان في اللول كنا مسهلين يعني كنا أوكي يلا مشي مشكل واحد ولكن دابا هذا الشرق نتخلصي نقول لكم في بداية رمضان ولكن للأسف رمي قتلكم ما باقيش نقول لديك الكلمة اللي ردتني عليكم في رمضان ولكن الحبيبتي الغاليات دابا صح 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 رنزير مداخراتكم ما تقيسوهم مداخراتكم ما تقيسوهم ما تقيسوهم عافكم ما تقيسوهم ما تقيسوش المداخرات اللي عندك شدرية تخبعيها وحاول تقطاص ديو تزيد هنا وخبعي شديتي شي قرعة خبعيها حاولوا تخبع وراه الوقت مشي وقت تغلق توقفوا عن شراء الأكسسوارات الغير ماشي مهمة في الحياة توقفوا على شراءها توقفوا عن شراء الأكسسوارات الغير توقفوا وشري شي حاجة لتستفدي منها من بعد تبعها مثلا شي تشري خاتم نحاول شراء الذهب فهمت Lingardه بعدها الذهب وشي حاجة نحاول شري شي براسلي ذهب وماشي حاول شري دك في الحجر علش؟ إلا أعطيتي مثلا ده غر 300 درم فحد لبراسلي هو ما تشي حاجة لن في الأخر غر غر غاد يترميه اللهم ما تعد زيديها ألف درهم و تشري براسلي تقدري تبيعيه بعد ذلك يبدأك ألف درهم فهمتوا؟ هذا الشيء اللي أنا نوصيه معي حاولوا حبيباتي الغاليات ما تتبعوش لموائد الفاضية هادو كل موائد زحافة هادوك الموائد زحافة مدخلين ذاك الثامن ديالها عشرة المرات والله يزيد الجميع ولكن حبيباتي الغاليات انتية اللي في دارك اللي الزوج ديالك خدام بوحده أو كيجد خمسالافة و ستالف و حتى عشر لف درهم راهوا اللي تقاس حدا باعلا باش تبعي لي الموائد ديال اليوتيوب ديال انستغرام ديال اي مكان ديال فيسبوك ديال كل بلاصة راه الناس كتتسوق الناس كتتسوق الحاجة ديال بات تبيعه إليك انت انت شاري مرحبا بيك ما كرهوك لهذا حبيباتي الغاليات الله يرضي عليكم الله يعطيكم اللي تتمنوا ما تقلصوش المداخرات ديالكم راه الوقت ماشيوك تقصح واني بيكم و راي نحبكم كاملين